انتهت اليوم عملية تدريب أول مجموعة من كوادر نشر الثقافة الرقمية بمركز شبين القناطر محافظة القليوبية كانت المبادرة بدأت في خمس محافظات هي القليوبية والغربية وبينيس ويف والبحيرة وسهاج تم خلال المبادرة تكيز مائة معمل رقمي في مدارس المحافظات الخمس وتدريب كافة طلاب ومعلمي المدارس الماء على أساسيات التكنولوجيا الرقمية وأيضا توسع مؤسسة حياة كريمة في نشر الثقافة الرقمية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من طلاب ومعلمين في المدارس بالتعليم بجانب تدريباتها التكنولوجيا المختلفة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار خطط المؤسسة لبناء الإنسان والسعي إلى إكساب المواطنين مهارات التكنولوجيا الرقمية الحديثة ترجمة نانسي قنقر